اليوم جينا بفيديو جديد وسلسلة جديدة من سلسلة تطبيقات مع بعض الروت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله طيبين يا جماعة ومنورين طبعا الينا حنتكلم عن تطبيقات احتمال عندها علاقة بشكل هاتف فكتر حاجة يعني تمام والتطبيق الخطير جدا هم طبعا تطبيقين كويس لكن التطبيق الخطير كده نخلي للنهاية اول حاجة اول حاجة بنرحب المشتركين الجداد والقدام برضو منورين معانا وكالعادة لو ما مشترك يشترك معانا في الغنى وخليك من عائلة تكنولوجيا ون نبدأ اول حاجة يا جماعة في طبعا الناس بتحب الكيبورد بالذات شكل الكيبورد وتنوع فيه كلام زي ده كمام كويس اول حاجة يا سيدي انا طبعا جيتك اللي هو بتغيير شكل الكيبورد او السيمات بتاعت الكيبورد بالذات هو الكلام طبعا بنطبيق على اللي هو الكيبورد بتاع جوجل جي كيبورد كويس انت عشان تغيير الشكل بتاع الكيبورد انت محتاج لتطبيق اللي هو ار كويس بورد كويس منجر التطبيق ده يا سيدي كويس بيجيك بالشكل ده بعد ما تفتح التطبيق وسبت في الجهاز بتاعك طبعا هم تطبيق اي بي كي كويس بيسبت معك بعد ما تسبتوا هنا بيجيك الشكل بتاع الخيارات بتاع السيمات بتاعتك هنا عندك التنزيل كويس بتاع اشكال السيمات اللي انت دائرة كويس تلقي هنا اشكال كثيرة جدا لو حبيت تشنو تنزل واحدة من الاشكال دي علي رحتك سيمات كثيرة جدا وتنوع وكده كويس تختار الباغة الانت دائرة تضغط عليها كويس وبعد كده بتديك تنزيل الحزمة خلصتنا الجزدة كويس بحمل المعانا دي بس كويس بيديك دي مجموعة من الحزم كويس تضغط على موافق كويس بكون نزلت معك الحزمة هنا كويس نزلت معك بعد كده تختار اللوذا اللي انت محتاجه لشنو للكيبورد بتاعك وضحت الفكرة كويس حنمشي هنا الجميل وين هنا تنزل هنا بشكل النغمة كويس هنا بديك بيختار لك النغمة اللي انت دائرة بتاعته جهاز مثلا اا اي او اس عشرة كويس ويندوز تمام اا سوني اتش تي سي النغمات دي كله انت بتضغط عليها كويس وبتنزل الحزمة وبتشتغل لها بعد كده في الكيبورد لو حبيت تنزل لكلامنا تعمل تزبيت عادي وبعد كده تعمل عادة بتاعت تشغيل وبعد ما تغير السمات بتاعت الكيبورد بتاعك تعمل لها تطبيق كويس بالشكل ده تعمل عادة بتاعت تشغيل الهادف كويس بيصهر لك الشكل اللي انت حبيه كويس طيب احنا قبل غيرنا باللون الاسود تمام بتتغير بالشكل انت دائره ويشوف الحظ شنو طبعا وقت تسبت التطبيق بداع الكيبورد ده تمام بتجي خيارين اما يكون كتطبيق او كوحدة تختارت الحال اللي بتنفع معك وحدة ولا تطبيق يعني شنو تطبيق يسبد معاك عادي وحدة معنا حتسبت وحدة في الجهاز وتعمل عادة بتاعت تشغيل زي وحدات المجلس مانجر واشتغل معاك بعد كده عادي من غريب مشاكل لتطبيق الاول كمام نمشي بعد كده للتطبيق الثالي والخطير وقبال ما نمشي للتطبيق التاني الخطير طبعا جماعة هنا لو في زعل حبيه الوحدات بتاع الخط العربي في وحدة طبعا بتاع الخط العربي كويس فيها اكتر من سبعين خط كويس الوحدة دي من الفين و عشرين ولا الفين و طومنتاشة نتحدث لحدة الفين و عشرين شهر اربعة كويس طبعا شخطت لك الرابط وهي موقع المطورين هنا كويس ده تنزل طبعا الدرايف ما شغال حتنزلها من شنو اه اللي هو ميجا كويس او اوميجا كويس حتلقى بعدين الرابط بتاعك بالشكل ده يعني انت لو ما عندك حساب ما حتنزل معك حتفتح وحتنزل الخطوط دي في الجهاز بتاعك والسبت عادي من غير اي مشاكل وضحت الفكرة ديقول لها الخطوط انت لو حبيها طبعا عبارة عن وحدات مجلس منيجر كويس قديمة وجديدة تضغط على عادي فتح ولا تنزيل نحن طبعا ما دير الكلام ده هس حاليا تعمل تنزيل بتنزيل معك في الجهاز وسبتك وحدة بتاع مجلس منيجر عادي من غير مشاكل نمشي للتطبيق التالي ده انا نتكلم عنه التطبيق ده اللي هو شنو بعمل تشبع في الالوان بتاعت الحاتف كويس يعني بعددلك في الوان الحاتف بتاعك طبعا تفتح التطبيق كويس بديك صلاحيات الروت كويس كويس وطبعا ما فرض ما يجيك بالشكل ده لان انا بالشكل او نقلي بالشاشة بالطول عشان يكون معك بالشكل الواضح ايه بس هالشي جماعة هنعمل الشاشة بالطول عشان يكون معي اوضح كويس الشاشة بالطول بجيك بالشكل طبعا في الغالب بجيك واحد صفر صفر انت بعد كده بديك عدل في الالوان ده اعمله مشبعة زيادة كويس يده اركز معي الالوان حتشبع مع صهر ليكسي لكن مثلا انا فتحت اليوتيوب ركز معي هيحصل شنو كويس تمام الالوان شكلها مشبعة طبعا ما يحس رجل التطبيقه امشي للتطبيق فو ذاته تمام ونقص الالوان للنهاية تمام هتلقي انه لون الحالف بقي عبارة عن شنو اسود وابيض يعني انت نقصت الالوان عملته اسود وابيض كويس وضحت الفكرة كويس اذا التطبيق ده لاحظ يعدي لك شنو في الوان الهاتف يتحكم في الوان الهاتف يا تعمل مشبعة كويس تشبع الالوان يا حتقوم تعمل شنو اللي هو اسود وابيض اللي هو في النهاية طبعا تدق دي صلاحيات الروت كويس تطبيق طبعا جميل جدا كويس بيخليك انك تشبع الالوان يتقلون انها فاقع جدا او تخليها اسود وابيض هو طبعا هياسر في البطارية ولا ما هياسر اسوال ده هخلي لكم انتم انت زيت الالوان او نقصت الالوان حيكون في تأسير على البطارية يا ربي ولا ما هيكون في تأسير جاوب ليتي هي طبعا في التعليقات نشوفه الجماعة المركزين معانا كويس ده تطبيق التاني اللي تكلمنا عنه كويس كده اخذنا تطبيقين من تطبيقات سلسلة الروت بتاعتنا كويس لو عندك اي حاجة طبعا تكتب لي في التعليقات كويس وريني تحاصل معك شنو وطبعا كالعادة ما تنسي الاشتراك في الغناء ما تنسي الاشتراك في الغناء واللايك الجميل بتاعك وفي الختام نقول سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.